هنا هناك ورطة كبيرة جداً للنادي الأهلي ونادي الوداد المغربي الأهلي والوداد هيلعبوا في كأس العالم 2025 البطولة اللي هتقام بنظامها الجديد في الصيف يعني ممكن الأهلي والوداد يلعبوا كأس العالم الأندية من غير لعبتهم الدولية اللي ممكن يشاركوا مع منتخباتهم مصر والمغرب في كأس نوم الأفريقية تمام كأس العام هيبقى 15 يونيو لـ 13 يوليو لولا كأس العام الأندية الجديد ده فيحصل التضارب ده الأهلي طبعاً هيبقى الأكثر تضرره من الوداد كمان يعني الوداد ممكن لعب 2-3 بالكتير أولاً ممكن تشوفهم مع المنطقة المغربي الأهلي بيبقى عنده رقم مع منطقة مصر وقتها هنبقى نشوف رقم كبير يعني ممكن تلاقي 5-6 تبوضين على الآل فالآل يعكيد هتتضرر جداً فأنا شايف بقى من دلوقتي اتحاد الكرة يتحرك الأهلي يتحرك يشوفهم مع الكاف يشوفهم مع الفيفا عشان احنا بنيجي قبل البطولة بشهرين وتيجي تقول ايه الاتحاد المصري بناء على طلب الأهلي يرسل شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم عشان الكاف مش رافض ولموافق وكلام ده لا احنا بقى لنا فضلنا سنة و4 شهر شوف أمورك اعرف كاس العام الأندية هتبقى امتى اعرف مبارات الأهلي هتبقى امتى اعرف منتخم مصر اا او كاس العام رفكها هتقام امتى بالزبط لما حياتك من دلوقتي عشان هنخش في الأزمات اللي انتو عارفينها لو قال أهلي طب ما تسيب لنا لعب ما احنا برضو بنلعب في بطولة دولية واحنا بنلعب بطولة باسم مصر بس ده كمان منتخم مصر بلعب في كاس أفريقيا لا بس انا بلعب في بطولة عالمية فتخش في الدبيت ده شوف انا بقول لك عشان اعرف انا ممكن ابقى جيب لكم الفيديو ده بعد سنة واربع شهور لما تقام كاس أفريقيا كاس عامل عندي مش يكون حاجة حصلت يعني يبقى كله مريح لحدنا منيجي قبلها ونبدأ نفوق كلنا ونقل ايه نتخنق مع بعضين احنا هنا لكنهم هناك ما بيتخنقوش يعني فنحلها بدري بدري لو سمحتوا شكرا شكرا